قالت السلطات إن فرصة نجاة المفقودين ضائلة جداً ويواصل رجال الإنقاذ البحث للعثور على رفات الضحايا لكي تتمكن عائلاتهم من دفنهم حتى الآن تم تحديد هويات 71 ضحية ولاتصال بأسرهم قال قائد فريق الإطفاء في مقاطعة ميامي ديدا لانكو منسكي إن تاريخ انتهاء هذه العملية ليس واضحاً بسبب صعوبة تحديد الوقت المستغرق للعثور على رفات لكنه يتوقع يتروح الوقت ما بين أسبوعين لثلاثة أسابيع حتى الوقت الحالي لم يحدد المحققون سبب انهيار المبنى السكني الذي بني قبل أربعين عاماً وأظهر تقرير مسح إنشائي صدر عام 2018 أن هذا المبنى السكني تعرض لأدرار هيكلية خطيرة بالإضافة إلى ذلك تم إجلاء السكان من مبنى سكني آخر على بعد نحو ثمانية كيلومترات من هذا المبنى مؤخراً بسبب مخاطر تتعلق بالهيكل الخارجي ترجمة نانسي قنقر